النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي تقدر تزيل نفسك من دور المسئول داخل صفحة انت بتدرها يعني احيانا بنطلب من بعض الاشخاص ان هم يضيفونا مسئولين داخل الصفحة بحيث ان احنا نقدر نقوم لهم بحملات اعلانية نعمل لهم خط التنشر نعمل لهم مثلا ادارة للصفحة وبعد ما الشغل بتاعنا بيخلص الاشخاص او اصحاب الصفحات بينسوا تماما ان هم يزيلونا من دور المسئول فطبعا مطالب منك انك تكلم صاحب الصفحة عشان خاطر يزيلك من دور المسئول او انك تزيل نفسك بنفسك ففي بعض الاشخاص ما تعرفش ازاي تقدر تزيل نفسها لان طبعا لما بتيجي تزيل نفسها او بتيجي تخش على الاجراء ده بيطلب منها باسورد فاحيانا ما بتكونش عارفة الباسورد ده تجيبه من اين تعمل ايه هي اصلا مش عارفة باسورد الصفحة فاحنا النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي تقدر تزيل نفسك من دور المسئول داخل صفحة انت بتدرها مبدئا كده عشان خاطر تقدر تزيل نفسك من دور المسئول اول حاجة لازم تدخل على الصفحة نفسها اللي انت عايز تزيل نفسك منها يعني هنرجع كده ونبتدي ندوس على السهم اللي عندنا ده اللي هو بيجيب لك الصفحات اللي انت بتدرها طيب كل اللي احنا هنعمله هندخل على الصفحة اللي احنا عايزين نشيل نفسنا منها وبعد كده هنبتدي نشوف هنعمل ايه دلوقتي طيب زي ما انت شايف كده دي الصفحة اللي انا عايز ازيل نفسي من دور المسئول فيها زي ما انت شايف فيه عندك لوحة بيانات كده اهي دي لوحة البيانات طيب لو لوحة البيانات دي مش موجودة هتعمل ايه هتدوس على صورة الصفحة في الجنب كده وبعد كده هتدوس على كلمة لوحة المعلومات الاحترافية طبعا من خلال لوحة المعلومات الاحترافية بتبتدي تنزل تحت لحد ما يجيلك كلمة الوصول الى الصفحة يعني هنا تحت كده بيكون موجود تحقيق الربح وطبعا بيكون موجود دعوت اشخاص مركز الاعلانات وهتلاقي فيه عندك هنا كلمة الوصول الى الصفحة من خلال الوصول للصفحة بتلاقي اسمك موجود داخل الصفحة كمسئول طيب انت هنا عايز تزيل نفسك تعمل ايه؟ بتدوس على الثلاث نقاط اللي في الجنب على الشمال طبعا جنب اسمك وقطبتدي تعمل ازالة من الصفحة ايه وتLAN جنب باسم الشخص صاحب الصفحة عشان طبعا ميفكرش ان انت بتسرق الصفحة بتاعته انا هجي جانب اسمي اتأكد ان هو اسمي وبعد كده هعمل ازالة من الصفحة طبعا هنا طلب مني باسورد عشان خاطر يؤكد المعلومات او يؤكد الحسف هنا مطلوب مني باسورد ايه؟ هنا مطلوب مني باسورد الكوانت الشخصي الخاص بي انا كمسئول طيب كل اللي انا هعمله هدوس هنا كده واعمل الباسورد بتاعي لاصق بالطريقة دي وبعد كده بادوس على كلمة تأكيد بكده زي ما انت شايف يبتدي يحمل معاك وبيبتدي يحولك على الملف الشخصي تاني الخاص بي يعني هناك دخلني على الملف الشخصي بتاعي تاني خلاص انا كده زلت نفسي من دور المسئول ودي صفحتي انا او الملف الشخصي بتاعي انا على الفيسبوك زي ما دخلناه من البداية في نائة الفيديو اتمنى يا ريتل عجبك الفيديو ما تنساش لعمل البلايك والشراك في القناة تفعل زي الجراش نوصلها كل جديد ولو بتشوفنا على صفحة الفيسبوك ما تنساش تعمل المطابعة للصفحة واستنونا الفترة اللي جاية هنعمل الكورس كامل من الالف لليا لانشاء صفحة على الفيسبوك وتحقيق شروط الربحة عليها ونبتدي نعمل كل الخطوات دي خطوة بخطوة عن طريق الموبايل شكرا لكم سلام عليكم